لأنه هناك سبعة من العوامل هتمنع زيادة الانبعاث ولكن هيصبح الوضع مستقر بس هل الاستقرار ده أنا هكتفي به كمواطن عالمي كجنس بشري مواكده لازال الكوكب برضو ملوث ده سؤال عظيم هل هنستقر على زيادة لا تزال تدمرنا ولا هنستقر على حاجة قادرين ننزلها أكتر وأكتر السؤال ده ممتاز جدا لكن احنا وضح من مسلس التسبيت ان في سبع تكنولوجيات رئيسية توصلنا للتسبيت دي المرحلة الأولى قالوا من سنة 22 لسنة 35 نستطيع من خلال التكنولوجيات السبعة ان احنا نحد من الزيادة ونثبت غازات الدفئة نثبت الابتعاسات اللي طلعها حتى الآن على ما هي عليه 35 من 35 فصاعدا الفكرة المطروحة ان احنا نفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وبين نمو الانبعاثات عايزين ننصب إلى ننمو اقتصاديا زي ما احنا عايزين والانبعاثات ما تنموش أبدا فدي الخطوة التانية الأعمق وأيضا منوطة بالتكنولوجيا تعالى النهاردة احنا بالضبط ايه الوضع سنة 2010 كان صافي لابتعاسات الكربونية حوالين جو الأرض 30 مليار طن سانية وكسيد كربون معادل احنا لو مشينا زي ما احنا النهاردة هنطلع لحد سنة 30 نوصل ل 54 مليار طب 54 مليار دي تساوي ايه تساوي اتنين وسبعة من عشرة من الدرجة المقوية الله ده احنا عايزين نقف عند اتنين ولو خير وبركة نقدر نقف عند واحد ونص انما زيادة درجات حرارة اكتر من درجتين هندخل في كارسة لا يحمد عقبها ابدا فاقصى شيء نستطيع ان نتحمله من الكوارث ما يحدث عند حد زيادة قدره درجتين بس طبعا عشان نقف عند درجتين ما يصحش تزيد لابتعاسات سنة 30 احنا قلنا لو مشينا كده بمعه وخمسين لا ما يصحش يزيد عن 38 مليار يبقى الفرق ايه 16 مليار زيادة طيب لو عايزين بقى الطموح الاكبر نقف عند درجة ونص لا لا نحنا ما يصحش نزيد عن 32 مليار يبقى فيه 22 مليار زيادة فالتحدي اصاد العالم الان انه لازم ينزل بالابتعاسات ما بين 16 الى 22 مليار دول لازم يخفضهم لازم يخفضهم انا اقول لحضرتك حارة مبشرة جدا التحول الطاقي اللي احنا بنكلم عنه ده بيعتمد على استخدام الوقود الاقل في محتوى الكربون يعتمد على التحول الى الطاقات مصادر الطاقة غير الاحتراقية كل المتجددات وحوامل الطاقة الهايدروجين وخلافه والنووي لان النووي ما بيحرقش وقود النووي بيشتغل في تفاعل كيميائي بالنسبة لعوامي ديورينيوم فده مش احتراق لا تفاعل كيميائي فالطاقات غير الاحتراقية اعلى كفاءة نستطيع النصل اليها المواد الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في البطاريات الحديثة جدا والمكستفات فائقة القدرة والهايدروجين كحامل للطاقة دي المواد الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وفي نقطة تانية مهمة جدا بالنسبة للطاقة المتجددة توسع من استخدامنا فيها اسمها المزج بين الطاقات المتجددة والرقمنة لاني لما بركب نظم المعلومات مع الطاقة المتجددة بقدر سيطر عليها وزودها في الشبكة بشكل كبير طيب خلينا بقى ده التحول الطاقي احنا لو نجحنا في التحول ده انا قلت مسؤول يعني 30 مليار تلتين هم مسؤول عنها الطاقة 20 مليار لو نزلنا بس نصهم ماذا ما يبتعس من قطاع الطاقة 20 مليار تن ساني اكسيد معادل يبتعس 10 استحول الطاقي ده قادر ان يوصلنا لا يبتعس سوى 10 بس عارف سيادتك نبقى انقذنا الكون وانقذنا الكرة الارضية وحلنا المشكلة من اساسه لان عندنا هنبقى بعد كده المستوى اللي موجود 20 مليار فقط وده قادرين على السيطرة عليه 100% وفي الوقت نفسه لا يؤدي الى ارتفاع ضغط حرق اكتر من واحد وستة من عشر واحد وسبعة من عشر بكتير قوي اذا الحل موجود وده الامل